السلام عليكم الأخوان. اليوم سأتعرض لكم أحد البرجه يوجد في القرب من شارع عبد المؤمن و بالضبط في كارتين ضرب غلب سوف نرى هذا في المنزل الموجود أول شيء أخوان تابعوا في الاشتراك في سيمو انفست لكي أتعرض لكم الكثير من المتحدث التي يوجد في الموبيلة وسوف نرى هذا البرجه الذي يوجد في القرب من شارع عبد المؤمن ومع مستقراتيجية صراحة في الضرب لكي أتعرض بشارع عبد المياه وقرب البرجه وكل شيء يحدث كما ترى في هذا الشارع ممتع كامل وماءً قوالة وماءً وكي أجل كما ترى وماءً 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 يجب أن نكون نحن جيدا بالإضافة هنا في الكوزينいてنا هذا الجميع الذي يمكننا إجتماعها في المشارك ويوجد حان المشارك في الجميع فنحن نتوقع معظم المشاركة وندخل إلى الموضوع البيان هذا الموضوع نتوقع منتج المفترض على الموضوع لنبدأ هذا الموضوع هنا كما تشاهدون البرميار في الأرض لدينا فوق باركي هذا زليج فوق باركي الأفضل هو أننا نستطيع أن نسيقه البيت والماء لا يوجد مشكلة معلومة للباركي الذي يكون قليلا فراجل نحن نرى الصالة البن هنا لدينا لفابو وطوالات ودوش الإيطالي وطوالات وطوالات الصراحة جيدة لدينا لدينا فوق صراحة جيدة لأن هذا البرجي هو المترجم من المترجم لذلك يوجد ضابط هنا لدينا المترجم كما ترون لدينا لدينا المترجم لدينا هذا البالكون في هذا البرجي لدينا دو بالكون الأول وفي الأخرى في هذا المترجم بالإضافة لدينا هذه المترجم التي نضع فيها كامل وكما ترون هنا لدينا البوارشين لدينا المترجم لدينا جيدة صراحة في البابان لدينا وكامل 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 ثم لدينا المترجم هناك وكامل نفس كم هناك نظيفه وكامل او بالنسبة للشخص لدينا المترجم وكامل لدينا بالنسبة الملاحظات او الكثير العديد اللي لحظتهم. الأول هو أنه كان الفيزافي والثاني هو أن هذه العمارة لا يوجد غاراج. لذلك أنا كنت أقول لكم هذا اللي دوني من دابة لكي لا تتعذبوه وتقوموا بها. تقدر من دابة ترى هذه الفيديو وتعرف رأسك كيفين ستذهب. شكرا لجميع المتابعين الذين تفرجوا في هذه الفيديو. و لا تنسوا التعليق لكم. بالنسبة لما أعجبكم وما أعجبكم. وتابعوني على انستغرام السيموينفاس. شكرا لكم.